النهاردة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل موجود في الاجتماع اللي رأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي أولا علشان يتابع الرئيس ما يحدث فيه سيناء والدور البطولي اللي بتقوم بقواتنا المسلحة والقوات الشرطية فيه بواجهة هجمات الإرهابيين والتكفيريين رقم اتنين علشان يتابع موضوعين الموضوع الأول القصة بتاعة تاتشين مدينة العالمين الجديدة بمناسبة مرور 75 سنة على إنشاء مدينة العالمين انتوا عارفين إنه في المخطط الجديد لمصر حيبقى فيه ما يسمى بمدينة العالمين الجديدة العالمين طبعا لمن لا يعلم اللي موجودة قرب السحل الشمالي وهي جزء من محافظة مرسى مطروح أو محافظة مطروح مدينة العالمين دي لها مخطط دلوقتي موجود كامل في وزارة الإسكان حيبقى فيه جامعات وحيبقى فيه مستشفياته بتاع لكي يتحول هذه المنطقة من السحل الشمالي ومطروح من مجرد مصيف لمدة 3-4 أسابيع 5 أسابيع في السنة إلى حياة دائمة قائمة كاملة 12 شهر في السنة فكان فيه ترتيب النهاردة في هذا اللقاء اللي رأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضر رئيس الوزراء لترتيب لتدشين مدينة العالمين الجديدة وكمان تلقى شريف اسماعيل تقريرا من وزارة الصحة حول ما حدث في ما يسمى بمشكلة حمى الضنك اللي ضربت البحر الأحمر خلال الأسبوعين وهنا ما نتكلم يمكن مش عارف النهاردة بقى ولا بكرة ولا كذا هنتكلم عن فكرة تناول وتعامل الدولة خصوصا وزارة الصحة مع الموضوع ده لأنه الحقيقة إحنا أسادزة في أن إحنا ما نتعلمش من الدروس اللي هو نفس السيداريو تطلع الإشاعة يطلع الموضوع فنسارع بالنافي قبل ما نعرف يا لا مفيش ضنك طبعا الضنك موجود في كل حتة بس المراضي اللي زار عليه الحمى لا لك مفيش ضنك ومفيش حمى وبعدين لما الموضوع يبقى أمره واقع يقولك آه فيه بس إحنا ما نتعامل معا مش عايف كذا وبعدين في الآخر يقول لك ما خلص خلاص أنت كنت عاملين أزمة قال لك تعالى العكس بقى ما نقول الأول أن فيها جماعة كذا وإحنا تعاملنا معا كذا والدنيا فل هي زي الفل فمفيش داعي بقى للبانيك فيش داعي للهلع لكن لازم نعمل الزر ده كتاب اتظر الشرح صفحة 17 لازم أن فيه وبعدين أقر وبعدين أتعامل وبعدين أقول طب كان لازمته إيه صحيح كان لازمته إيه لا تجدد وزارة الصحة أي حالة وفاء جراء الإصابة بمرض حمى دونك في منطقة القصير أو أي مدينة بالبحر الأحمر هكذا أكد الدكتور أحمد أماد وزير الصحة واضحا بأن هناك تضخيمة للأمور ومبالغة في تقدير حجمها وأن إصابة بعض الحالات بمنطقة القصير لا تعني انتشار المرض كما أشيع حمى دونك هي مرض فيروسي ينتقل عن طريق لضغط بعوضة تسمى إيديس جيبتي لذلك ينتشر المرض في المناطق المدنية والكثيفة سكانيا وأشارت منظمة الصحة العالمية بأن حوالي ملياري ونصف الملياري شخص معرضون للإصابة بهذا المرض ويشكلون خمسي سكان العالم فالمرض يتشبه مع أعراض مرض الإنفلوانزا من سرتفع الحرارة والرشح وألام الأعظام والعضلات وتستمر هذه الأعراض من 7 إلى 10 أيام وتزيد حالات الحمى الشديدة فتصل الحرارة إلى 40 درجة ماءوية مع معاناة المريض من الصدع الشديد والشعور بألام العضلات والمفاصل والقيئ المتكرر وظهور الطفح الجلدية وتزيد المضاعفات إذا تأخرت الرعاية الطبية فيحدث نازيف متعدد في أنحاء الجسم وتحت الجلد وقد تزيد الحالة سوءا حتى تصل إلى لوفا وتتمثل خطورة الفيروس الزائد على حياة ضعاف البنية من الرضع والأطفال وكبر السن ما تطلب حكز المريض فورا بالمستشفى لمتابعة حالاته ومحاولات أطائه مخفضات للحرارة ورف كفاءته ومناعاته الصحية الطريقة الأفضل لمكافحة فيروس حمى الزنك أو الوقاية منه تكون بمكافحة البعوضة النقلة له والتخلص من النفايات الصلبة وتغطية خزانات المياه وتفريغها إذا كانت غير نظيفة أو لا يوجدها غطاء مع ضروة استخدام المبيدات الحشرية مع المسطحات المائية المكشوفة بأنواعها المستخدامة لتغزين المياه أما داخل المنزل فيمكن توفير الوقاية داخل السكن بوضع ستائر بالنوافذ وارتداء ملابس باكمام طويلة مع استعمال المبيدات والتبخير الدائم والمكافحة المتواصلة للبعوضة وتقول وزارة الصحة أن حمى الزنك ظارت في مصر في أكتوبر من عام 2015 دون وقوة أي حالات للوفاة بها